اخر تطورات الان يجتمع مجلس الامن الدولي حول الضربة الامريكية في سوريا بطلب طبعا من بوليفيا اخر ردود الافعال التي جاءت من مندوبي الدول المشاركة في الاجتماع مندوب بريطانيا في مجلس الامن الدولي يقول المملكة المتحدة تدعم الضربة الصاروخية الامريكية ضد الدكتور الاسد وايضا اضاف ان روسيا اعطت الاسد كل ما يحلم به واضاف ايضا مندوب بريطانيا ان روسيا تدعم دكتورا يخرق القانون الدولي مرارا اضاف ايضا مندوب بريطانيا في مجلس الامن الدولي ان الاسد يتحدى الامم المتحدة بسبب استخدام روسيا حق النقد الفيتو سبع مرات في مجلس الامن الدولي في اشارة الى ان روسيا طبعا تحمي الاسد وما زالت في ذلك أضاف أيضا منذوب بريطانيا أن المملكة المتحدة ستحرص على جلب المتورطين باستخدام السلاح الكيماوي في إدلب إلى العدالة وأضاف أيضا أن النظام السوري استخدم السلاح الكيماوي في إدلب بشكل مؤكد منذوب فرنسا في مجلس الأمن أيضا قال أو صرح أن سوريا الأسد هي المنبع الأكبر للإرهاب ومنذوب الصين صرح بأن الصين تشجع الحل السياسي للخروج من الأزمة السورية منذوب روسيا بدوره رد وقال أن الهجوم الأمريكي هو خرق لاتفاق سلامة الطيران بين واشنطن وموسكو وأضاف ندين التدخل غير القانوني وغير الشرعي من قبل الولايات المتحدة في سوريا وإضافة إلى ذلك أيضا وردتنا إخبار قبل قليل بأن البنتاجون يطلب من روسيا خارج نطاق مجلس الأمن يطلب من روسيا عدم وقف العمل بالخط الساخن لتجنب الحوادث في سوريا وأيضا في تفاصيله أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون طلبت من روسيا ابقاء القنوات العسكرية مفتوحة فيما بينها بعد أن أغلقت روسيا خطا ساخنا مهما أقيم بين جيشي البلدين لتفادي الحوادث ما بينهما في سوريا هذه كانت مجمل التصريحات حتى اللحظة عن ما يجري في مجلس الأمن الدولي وأيضا فقط للتنويه بما يخص الخبر الذي جاء ميسون عن موضوع قصف الحي القابون في دمشق بغاز الكلور السام توصلنا مع عدد من النشطاء في الحي وأجمع الكل أنه لا يوجد وفايات تفاصيل الخبر أصيب ثلاثة مدنيين بحالات اختناق بعد قصف قوات النظام على حي القابون دمشق بغاز الكلور السام لم تسجل خلال القصف أي وفايات والنشطون داخل حي القابون في دمشق قالوا أن النظام استخدم القنابل المحملة بغاز الكلور السام بقصفه حي القابون اشتركوا في القناة